أذكركم بقصة قصة رجل التلي بالدين كفر الديون وما استطاع أن يسددها وتكالب الناس عليه أصحاب الديون تكالبوا عليه يطلبونه الديون فذهب إلى أحد التجار واستدام منه مبلغ خمسمائة دينار فصة قديمة وليس الحديث هي مجموع الديون فقال له التاجر ما تسدد هذا الديون قال في الموعد الفلان أخذ هذه النقود ووزعها على الدائمين ولم يبقى معه شيء وازداد حاله سوءا وتراجعا حتى جاء الأجل أجل صداد الدين ولم يجب معه ما يسدد به الدين فجاء إليه صاحب الدنانير وقال له جاء أجل الدين قال والله لا أنبك منها شيء فاشتكاه إلى القاضي فجيئ به إلى القاضي لما لا تسدد ما عليك من دين قال والله لا أنبك منها شيء فأمر القاضي بحبسه حتى يسدد ما عليك قال يا سيد القاضي أمهلني للغب حتى أذهب إلى عيالي وأخبرهم وأودعهم ثم أتيت قال وما الضمان أن تأتي في الغد وقد حكمت عليك بالسجن فسكت ذوها وقال ضمانتي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ضم وإن لم آتي وإن لم آتي فاشهد علي يا قاضي أني لست من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كان القاضي فيه مسح من صلاحه وعرف كين هذه الضمانة فتركه على أن يعود في غلب فذهب هذا الرجل إلى زرجته وقال لها حكم علي القاضي بالسجن قال له كيف أطلقت قال أطلقت بضمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له وقد ألهمها الله قال ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ضمانته فتعال بما نصلي على رسول الله فجلسوا ويصلون على رسول الله شوفوا كيف تنفرج الكرب وتنحل العطب وهم يصلون على رسول الله ناموا فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام قريب يا أخوان قريب جدا لكن النظف قلوبنا النظف قلوبنا قلوبنا سودت من قلة الذكر ومن قلة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وأنتم فعلنوا من رآني في المنام فقد رآني حقا قال له يا هذا إذا كان الصباح فاذهب إلى الوالي اذهب إلى الوالي وقل له أن يسدد عنك دينك أقرئه مني السلام وقل له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم سدد عني ديني لفلان فإن لم يصددك فقل له معي علامتان قال ما هم أي رسول الله قال قل له إنك أيها الوالي تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الواحدة ألف مرة وفي الليلة الأخيرة أخطأت في عدها وأخبره أنها قد وصلت كامل مصطفاق الرجل في الصباح خرج إلى عند الوالي قال للوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك سدد عني ديني قال وما علامة صدقك قال علامة صدقي أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة ألف مرة وفي آخر ليلة أخطأت في العدد ويخبرك أنها قد وصلت كاملة فبكره فأعطاه 500 دينار من بيت المال وأعطاه 2500 دينار من ماله الخاص قال اذهب إلى القاضي وذهب إلى القاضي ووجد القاضي يتحرق شوقا لرؤيته قال تعالى ببركتك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا بالقاضي يجهز 500 دينار إلى جواله ويقول خذ هذه الأموال وسدد بها دينك فإني رأيت رسول الله وقاضي فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سددت عن هذا دينه وفينا عنك يوم القيامة وإذا بالباب يطرق وإذا بصاحب البين يأتي يقبل الرجل ويقول تعال ببركتك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي إذا عفوت عن هذا عفونا عنك يوم القيامة وهذه لخمسمائة درهم أخرى هي لك جاء مديون بخمسمائة دينار وعاد إلى بيته بأربعة آلاف دينار ودينه قد صد هذا معنى هذا معنى من معاني الصلاة على رسول الله ليس فقط من أجل الآخر من أجل الآخر